والتمائم لها أشكال أيها الأفاضل والشيطان يتفنن في التلاؤب بمن قل يقينه بربه وتزعزع توحيده فالتمائم قد تكون خيوطاً معقودة أو حلقاً أو خرزاً أو صدفة أو أصدافاً أو عظماً أو حروزاً فيها طلاسم ونجوم أو ملحاً يلف في خرقة ثم يعلق في البيت أو أل الدابة أو تكون رسوماً بأن تكون رسم عين أو رسم كف أو رقم خمسة أو 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 غير ذلك فالشيطان يتفنن في إحداث ما يضل به الناس وتعليق التمائم خسارة في الدنيا لأن الله عز وجل يعاقب فاعلها بنقير قصده ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تزيدك إلا وهناً فلا أتم الله له فلا ودع الله له ثم هي خسارة للفلاح في الآخرة والفلاح الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبداً ثم هي سخافة في العقل إذ كيف بحبل رقيق ينقطع ويهتري يدفع الضر عن من علقه كيف بصدفة لفظها البحر وعجزت أن تتعلق بقاعه تدفع الضر والعين عن معلقها كيف لقطعة ملح تذيبها قطرة ماء أن تدفع الحسد والعين عن من علقها أين الاعتماد على الله والله يقول وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله أما سمع المسلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصية عظيمة للأمة كلها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال ابن الجوزي تدبرت هذا الحديث فأتهشني وكدت أطيش فوأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى لا تقول جربت ونفعت التجربة الشيطان له حيل في خرم توحيد الناس وطرق خفية ومسالك دقيقة لا يفطن لها إلا بتوفيق من الله وعصمة منه وتمسك بهديه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولذلك لما قالت امرأة بن مسعود فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت ما السبب في مسك الدمع فقلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف وكان إذا رقاها سكنت قال ابن مسعود الخبير ذاك الشيطان إذا أطعته تركك يعني ترك عينك بلا أذية وإذا عصيته طعن بأصبعه في عينك فتدمع قال إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها فالشيطان يتفنن والناس لجهلهم يعتقدون ويعتقدون الشيطان يظهر آلاما في أجسام الناس صداعا ونحوه ويطول الألم بالإنسان فيطرق المسكين أبواب أصحاب التمائم فإذا علق تميمة ذهب ما به كأن لم يكن فيتعلق المسكين بها ويعتقدها والشيطان يتدرج ومن تعلق شيئا وُكِل إليه فيرى صحته وسلامته في تميمته ولو علَّق قلبه بربه وقطع على الشيطان طريقه في أول الأمر توكله على الله لم استطاع الشيطان أن يوسوس له وأن يجرَّه إلى حبائله فالشيطان متربِّص بكل ضعيف الإيمان وله حيَلٌ لا تنتهي وقد أقسم بعزَّة الله لأغوينهم أجمعين قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ الْآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ يأتيك من كل الطرق إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فحذاري من مخالفة الشرع يجب أن نعلم أن الأسباب التي تدلب الخير أو تدفع الشر لابد أن تكون متلقا من الشرع الحنيف فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لا تعمى عن الآيات البينات ولا حاديث الواضحات ولذلك قال ابن مسعود لمرأته ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين تنضحين في عينك الماء وتقول لأذهب البأس رب الناس أشف أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فالمؤمن غني عن الشرك بما عنده بمعرفة ربه واتباعه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والله تعالى ما خلق الناس إلا لتوحيده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لوحدون وما بعث الرسل إلا لتوحيده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالرسل إنما بعثوا للناس ليوحدوا ربهم والشياطين قاعد على كل طريق تجتال الناس وحال الأكثر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والشرك خفي قد يكون في الأفعال وقد يكون في الأقوال وقد يكون في الأحوال وقد يكون في القلوب حتى قال ابن عباس وهذا كثير يسمع في هذه الأيام قال إن القوم يشركون بكلبهم إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرصنا لولا كلبنا لسرقنا من الذي يحرص العبد الله عز وجل هذه أسباب القلوب لا تعلق بالأسباب إنها تعلق برب الأسباب في المسند عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل وهذا قول عظيم فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير مأذون أي نشتكيك كيف تقول هذا الكلام الكبير فقال بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه شكرا للمشاهدة